مرحبا أعزائي متابعي قناة بالينبعين عربية شرح اليوم هو عن تطبيق تيك توك وتحديدنا عن طريقة سحب الأرباح وزيادة الرسوم اللي وصلت حبيت أنه أشرح لكم إياها بهذا الفيديو لكن قبل هذا الطالب أن تشتركوا بالقناة فعلونا جرس لايك الفيديو في البداية لو وجدتك أرباح على تطبيق تيك توك فالطريقة سهلة وبسيطة لسحب الأرباح خلينا هذا الفيديو اللي تشاهدوا قدامكم هو طريقة سحب الأرباح من تطبيق تيك توك راح يكونوا بصندق الوصف حتى ليطول الفيديو عليكم أما بالنسبة إلى زيادة رسوم الخدمة ورسوم الخدمة هي المبلغ اللي البنك التطبيق يحول لك للبنك فها فيه رسوم فالتطبيق زاد الرسوم حتى نشاهد كم زادت الرسوم راح ندخل على تطبيق تيك توك من داخل التطبيق راح ندخل على تطبيق تيك توك وهذا حسابك يجيل دي ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة بعدها أدخل هنا على صندوق الوارد هنا مثل ما تشاهدون تغييرات قادمة إشعارات النظام تغييرات قادمة بشأن رسوم الخدمة راح ندخل على هذا الخيار هنا هذا الرصيد المتاح للسحب طبعا تقدر من هنا تسحب بس أقل شي لازم يكون 100 دولار بعدها هنا مثل ما تشاهدون تغييرات قادمة بشأن رسوم الخدمة سيغير مزود خدمة الدفع لدينا رسوم الخدمة لبعض الطرق الدفع هنا معرفة المزيد أحيأخذني لهذه الصفحة مثل ما تشاهدون تغييرات في رسوم الخدمة باي بال واحد ونصف بالمية زائدا صفر واحد دولار لكل معاملة الآن صارت واحد ونصف بالمية لكل معاملة ترسوم قدرها بحد أقصى 20 دولار لكل معاملة أعتقد ما أعرف يعني كل شي كثيرا راح أسأل عليها وأردلكم خبر بس حبيت أن أعطيكم تنويه حتى إذا عدكم سحب لأنه هذه راح تطبق اعتبارا من 29 عشر يعني من هذا الشهر فانتبهوا له الشي هذا الحساب البنقي رسوم الخدمة 92 دولار لكل معاملة رسوم الخدمة 3 دولار أمريكي صارت لكل معاملة البايونير كانت صفر الآن 2 بالمية لكل معاملة بحد أقصى 3 دولار والبيكس كانت صفر 32 زائدا 2 وتسعة لكل معاملة الآن أصبحت 3 دولار لكل معاملة كاتبي لك قد لا تتوفر طرق الدفع في بلدك أو منطقتك تطبق الرسوم قد دفع الأخرى اعتبارا من 29 عشر أما بايونير يطبق من 1 هذا الرسالة وصلت هذا اليوم فحبيت أنه أنقلكم إياها فإن شاء الله تستفادوا من الفيديو وأفضل طريقة الدفع ممكن أنتوا تعرفوها وأتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس وهذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف فحص حساب التيك توك شاهدوا فيديوهاتي ودعموني تحياتي لكم مع السلامة